اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وفي هذا البرنامج تفتح الهيئة قنوات التواصل ما بينهما بين المستمعين وما بينهما بين الجمهور لإستقبال اقتراحاتكم ملاحظاتكم آرائكم كل ما من شأنية نيسان في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام فحياكم الله معنا عندنا اليوم في الإخراج عيسى سبيل وإيضا نمر يزاه الله خير بعد متواصل معنا نمر محمد عبدو يعطينا بس الأكاونت من نور دبي اللي على الإنستجرام وإن شاء الله بعد شوية ما نطلع معاكم إن شاء الله على الأكاونت نفسه أيضا معاي في الستوديو كالعادة دكتورة ندى الملة صبحت الله بالخير دكتورة صبحكم الله بالنور والسروط صبحكم الله بالخير فاليوم الجميل نهاية الأسبوع الخميس الوينيس الخميس الوينيس وأيضا في الإخراج معنا عيسى سبيل قلنا نحن عيسى سبيل وكل الشكر لقسم الإعلام اللي ساهموا في إعداد هذه الحلقة رقام التواصل معانا دكتورة كم؟ للاتصال على 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسالة نصية على 4-0-6 حاليا نحن لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي ورح نكون إن شاء الله حين لايف على أكاونت نور دبي على الإنستجرام فتابعونا وبعثونا رسائلكم اقتراحاتكم ملاحظاتكم شكر إذا عندكم بعثونا يا على وسائل الاتصال المختلفة إذن طلعنا الحين لايف على أكاونت نور دبي موجودين معاكم السلام عليكم وقلنا نحن نقول البرنامج هذا باللغة العربية طيب دكتورة ننوه برابط التأمين الصحي بما أنه آخر موعد للتأمين الصحي بيكون 31 ثلاثة نهاية الشهر هالبي إن شاء الله يعني يا جماعة ما في بعدين تمديد فالله يخليكم نتوا عندكم تقولوا ممددوا لأن ما قصرت الحكومة والدولة يعني مددت أكثر عن مرة فنذكركم برابط التأمين www.isahd.ae تخلوا عليه تشوفوا البقات التأمينية منهم مشملون بالتأمين وصلحوا وضعكم اليوم قبل انتهاء المدة أم نواف تقول الهيئة مو بمقصرة بالتطورات بس ياليت سوري بس ياليت يشوفون حل الوقت الضايع بالانتظار للدخول للطبيب سواء في العيادة أو الطوارئ أو المستشفيات أنا هنا عندي نقطتين دكتورة تفضل أول نقطة في بعض العيادات يا جماعة الخير فترة الانتظار هذه لما ما يكون في مريض داخل الغرفة هذه يتم تعقيمها يتم تنظيفها يتم تهيئتها للمريض الثاني صح هذا الكلام هي عيادات الأسنان بشكل خاص عيادات الأسنان وتاخذ وقت نص ساعة تعقيم فهذه بس عشان تكونوا في الصورة هذا واحد اثنين في بعض العيادات كذلك يعني يكون عليها ضغط كبير من قبل المرضى والطبيب يعني محتاج أن يشوف المريض مرة ومرتين في نفس الوقت صحيح وحنا دايما لميون المتعاملين يقولون دكتور إحنا نتريه ساعة أو ساعة ونصف فإحنا نقول لهم في خلال وقت زمن الانتظار هذا نحن نخدم متعاملين آخرين فيكون الطبيب مشغول وتلاقيه يتحرك من غرفة العلاج لنعياته فبس نتمنى منكم أن توسعون صدركم وتتقبلون وقت الانتظار هذا وممكن في خلال وقت الانتظار تستفيدون منه قراءة سيرج أونلاين دوروا عن واي فاي ما شاء الله متوفر بلاش في الهيئة فاستغلوا وقت الانتظار هذا يا جماعة بس إحنا نعتذر أنكم مبحبين تتريون هالفترة ولكن نحن نخدم متعاملين آخرين ونقدم خدمة للجميع وإنت لما يدرك تدخل على الدكتور لك الحق تأخذ وقتك كامل الدكتور ما يستعيك يقول لك لو سمحت تستعي لوراك المرض الثاني فبس نباكم تقدرون عن المسألة من النقطة يعني طيب التأمين الصحي صار جباري في كل مؤسسات والشركات يعني أي إقامة صادرة من إمارة دبي عليها تأمين صحي هذه سحر تسأل وأحط ترد بس ما يستوي عندي ما فهمت ويا جماعة نقطة مهمة التأمين تفعل على بطاقة الهوية على بطاقة الهوية ويد نسمة ناس الشكة تقول ما أوسطني البطايق فالدكتور حيدر قال أن على بطاقة الهوية روحوا استعملوا الخدمة يعني أنتوا توقعونا بمعنى ما أوسطكم البطاقة معنى ما تفعلت لا روحوا واستخدم البطاقة دكتورة أحد يقول يعني مو بالمفروض ربع ساعة لكل مريض مفروض 12 دقيقة لكل مريض لزيارة طبيب الأسرة وترى هي كافية لما الناس تقولهم 12 دقيقة يقول لك ما يكفي لكن هي كافية ترى نأخذ منك تاريخ مرضي كامل نفحصك وتخلص وانت وتطلع وانت مستانس نزيل الدكتورة اللي تي يطول أنتوا عندكم نظام معين لمراقبة يعني أعداد المرضى اللي يشوفهم كذا ويحط لكم الأسباب أنه ليش طول ليش ما طول هي محمود في فعلا بعض الأطباء لما تقعد في الانتظار تلاقي الدكتورة يطول مع المرض نص ساعة فلما يين المتعامل آخرين ويقولون يعطونا ملاحظة فحي طبعا نسأل الطبيب في معظم الأحيان يكون مريض عندنا مشاكل صحية متعددة تحتاج أن الطبيب يعالجها الحين يعطيبهم بغلطان والله محمود لا أقدر أعمم خلنا نقول 80% من حالات الطبيب يعطي وقت للمريض لأنه عنده مشاكل صحية أكثر إنه لو المريض بيأخذ فترة طويلة وعنده مشاكل مش ملحة اليوم لو قالك الطبيب ما علي يخوي بنحل المشاكل المستعجلة لليوم وتعالي زيارة أخرى للمشاكل الملحة فلتبعنا حتى المتعاملين يتفهمون هالنقطة المريض يطلع يقول والله دكتور طرابني ما كمل للإستشارة لا إحنا نحل المشاكل الملحة مالتي اليوم بس هنا مشاكل عندك من سنين ما عندك ما تشك منها بس حاب تناقش فيها طبيبك ممكن تاخد موعد لزيارة أخرى في وقت أقل ازدحاما يلي تشوفوا حال المواعيد اللي بعد شهر وشهرين بالتحول خلال أسبوع أو أسبوعين صح بالذات مواعيد الأسنان المواعيد تكون ويد بعيد صح زي أنا بخبركم عن طريق المواعيد في بعض العيادات اللي تم يعني اختصار هذه المواعيد والجماعة قاعدين يشتغلون في هذا المجال أيضا يوم الأحد أنا طالب أيضا من الإدارات والقطاعات كلها على مستوى الهيئة يعطوني الأرقام والإحصائيات الخاصة بالمواعيد اللي أنتم مستمعين ما تحضرونها يعني تم تأجيلها أو عدم الحضور وكيف تأثر هذه المسألة على مواعيد الناس الثانين في دراسة حاليا أصلا الدراسات هذه قائمة وكانت مجموعة حلول طرحت في هذا الصدد لكن إن شاء الله إن شاء الله يوم الأحد بس أحصل المعلومات كله وبعد بطرحها عليكم مرة كنت هالكامل حمى وما فيني حيل أوقف شفت الدكتور يسوره في الضحك مع متعاملين من جنسيته الحين الأسنان بدون موعد صحيح الأسنان بدون موعد الأسنان طبيب العام عمومي نحن ما نريد أن نفتح هذا الموضوع ما ما نخلص من الدكتورة خلينا نشوف دراستنا الطبية اليوم اللي تؤكد أن العناية بالجلد تقي الإنسان من جميع الأمراض أجرى فريق من أطباء الجلدية في مستشفى في فرنسا عفوان دراسة طبية حديثة أثبتت أن الجلد هو الحارس الأمين للجسم فهو يقيه من العديد من الأمراض ولكن بعض الأحيان يسهل اختراقه من قبل البكتيريا المسببة للحكة الجلدية حتى يصبح أكثر خشونة بناء على ذلك أوصى طباء الأمراض الجلدية بضرورة تستمرار في استخدام المستحضرات الطبية والكريمات المعالجة والملطف والتي تساعد على تعزيز تعزيز جلد وتخفيف الحكة التي تصيب أجزاء متفرقة من الجلد بسبب إصابتها بالبكتيريا صحيح محمود أشوف أنا يعني بعد أحيان يحطون خيار ويحطون طماط ويحطون مدري هذا التجميل ولكن هاي نقطة مهمة للناس اللي عندهم حساسية في الجلد أو جفاف مستمر حتى دائما نقولهم يا جماعة لا تتبعون طريقة ترطيب الجلد والله مرتين في اليوم لا لازم كل ساعة إلى ساعتين يتم فيه ترطيب الجلد خصوصا بعد الحمام بعد ما يوحد يسبح لازم يرطب جلده لو بدأ الجلد يحك معناها صار عندكم جفاف حطوا الكريمات المرطبة جدامهم وفي مثل يقولك نصيحة بسيطة حين أعطيها مرات المتعاملين دائما اخلطوا الكريم المرطب مع شوية زيت زيتون ليش لأن الكريم لوحده خفيف يتبخر بسرعة زيت الزيتون لوحده حار لما تخلطوهم اثنيناتهم يعطيكم ترطيب أطول ويخفف من جفاف الجلد بالنسبة كبيرة فحافظوا على جلدكم يا جماعة خصوصا وعلى البشرة خصوصا في جونة الجاف ترحنا جونة جاف صيفا وشتاء شتاء رطوبة برع ولكن مكيف جفف الجلد طيب صباح الخير يعطيكم العافية تشكروا على هذا التقديم الجميل هذا مشعل جلفار زاكر الله خير مشعل سوينا تأمين لكن ما يغطي إلا في إمارة تدبي ونحن ساكنين في عيمان للأسف ما تغطي في إمارة عيمان للمرة الألف نقول يا جماعة الخير تأكدوا من شبكة مقدمي أو مزودي الخدمات في شركات التأمين وايد مهم أنك أنت تشوف مع العقد الشبكة هذه وين أنت ساكن وشو المنطقة الجغرافية اللي حواليك اللي فيها العيادات اللي تناسبك في عيادات أكيد موجودة على مستوى دولة تريمارات شو فايدة التأمين الصحي الله الحين نتكلم عن شو فايدة التأمين الصحي المواعيد تكون وائد بعيدة تحدثنا عن هذا الموضوع إن شاء الله بيكون لنا حديث مطول في هذا الموضوع صباح الورد من شعم هلا دكتورة بنتي عندها طبعا يكذا بفديتك بنتي عندها إكزيمة دائما يعطونها مرتب بس تعبت كثر ما يحط لها المرتب ما شي حل لأن في علامات في جسمها أم مريم أم مريم أم مريم حبيبتي مهم جدا أنه ماذا ما قلت لك الترطيب الكريمات اللي أعطونها هي خلطي معاها شوي زيز زيتون وايد يساعد رقم واحد رقم اثنين إن في علامات في جسمها في أماك تلاقيها حمراء وعليها جلد يابس ها ضروري نحط عليه شوية كورتزون خفيف لأن تكون الإكزيمة هناك أشد وتعلي العيادة مرة ثانية خلينا نشوف إذا شفتي ما الطبيب ما في منها فايدة ما أعطات علاج لا فايدة شوفي الطبيب جلدية خذي رأي سشارة طبيب جلدية فهذاك الوضع في حالة بنتج ومر العيادة خلينا نشوف شكرا لك أخوي محمود شكرا العفو أيضا في عندنا أحمد الظهوري أحمد الشعم أمري منات عياتي الله أمري منات عموما نحن ما نطلع فاصل لكن قبل فاصل في مجموعة رسائل عيسى كانوا طالبين بس الاتصال واحد كاتب أرجو الاتصال ضروري والثاني كاتب أن يبغي تحت الهو أحد يتصل بما أدري برنامجنا ولا في وقت برنامجنا لكن نشوف يمكن لنا أو لأبو عمر ما أدري بس عموما فاصل المستمعين بعد الفاصل ما نتواصل وما نتحدث عن موضوع جدا مهم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجع نصبح عليكم بالخير ونرجع لتكملة فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الآن في المركز الأربع عشر عالميا في الإصابة بداء السكر بعدما كانت تحتل المركز العاشر عالميا في عام 2011 وفق التقرير الأخير للاتحاد العالمي للسكري الذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر الإمارات السابع لمرض السكري والغدد الصمام أي أخبار زينة ممتازة يعني كل رقم نتراجع فيه هذا تراجع للأمام وهو إنجاز طبعا يحسب لصالح الدولة ولجهود مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي لمواجهة المرض والتوعي بمسبباته والكشف المبكر حشان نتكلم عن هالموضوع المهم والقفزة الإيجابية بيكون عندنا إن شاء الله في الستوديو الدكتور محمد عبداللطيف السيد استشاري أمراض السكري والغدد الصمام بمستشفى تبي صباحك الله بالخير يا دكتور صباح الخير صباحك ورد نزلت الورقة لأنه ما كان طالع في العلاق أنا أصفى كنت حاجم الدكتور دكتور بداية خلنا نتحدث عن هذا التقرير تقرير اتحاد العالمي للسكري وكيف تنظروني إذا المركز اللي وصلت له الدولة يعني عالميا في الاصاب مرض السكري وشو هي طموحاتكم في هذا الصدر خلنا نتكلم عن هذا التقرير إن شاء الله نوصف للمركز الألف إن شاء الله إن شاء الله نطلع من اللستة إن شاء الله والحقيقة التقرير طبعا تقرير الاتحاد العالمي للسكر للعام 2017 الذي تم إعلان عنه في مؤتمر الإمارات السابع للسكري في القضة الصماء المؤتمر كان طبعا كان في مركز دبي العالمي للأمارات في الفترة بين 16-19 فبراير الجاري والتقرير أصر أنه فعلا الحمد لله إنه في تحسن دولة المعطرة العربية المتحدة أصبحت خارج المركز العشرة الأوائل العالمية في نسبة الإصابة بمرض السكر حيث كان تحتل المركز العاشر في 2011 والآن الحمد لله في مركز الرابع عشر في 2017 ممتاز بالحقيقة النسبة هذه عندها سببين أو التحسن السبب الأول طبعا ناتج من المجهود الجبار يبزع عام مستوى الدولة وعلى مستوى المنصصات الصحية في الإمارات في مجال مكافحة السكر بزيادة طبعا الوعي العام في المجتمع وطرق الوقاية والعلاج من السكر أما العامل الثاني وهو عامل مهم جدا مفروط إحنا كمان ننتبه له عشان ما نكون يعني في حساس بالأمان بدون يعني توقع للمستقبل العامل الثاني الحقيقة أنه في بعض الدول خارجة كانت مش على لائحة العاشر الأوائل دخلوا مؤخرا لأنهم عملوا أبحاث علمية فاكتشفوا أنه عندهم نسبة عالية جدا من الإصابة بالسكر فوضيفت هذه الدول لائحة يعني هذه ممكن تعطينا مؤشر كذلك أنه يمكن أننا محتاجين مزيد من الجهود يعني مبنى أننا حتى أخرنا ثلاث مراكز يعني هذا الموضوع بسيط جدا أننا بالعكس هذا وصلنا إلى مرحلة من التطوير لا محتاجين تطوير أكثر في مكافحة هذا المرض نعم بالضبط هذا الصحيح نعم صحيح يعني هذه الدولة بالضرورة على أن المجهود الجبار الذي يبزل الآن رغم ذلك تظل نسبة الإصابة والإمارات السكر لإمارات مرتفعة وبيحتاج يعني مضاعفة المجهود لإعلان هذا الوباء صحيح أكيد دكتور عندنا مسوحات على مستوى الدولة بخصوص مرض السكر أنه كم الأعداد شو المضاعفات التي تسوي المرضى كيف متابعة المرضى للعلاج هل عندنا إحصائيات على مستوى الدولة؟ نعم الحقيقة فيه تقرير إحصائي أخير في إمارة دبي في 2016 والإحصائي دي كان عبارة عن مسح ميداني من بيت لبيت جميل سؤال عن نسبة الإصابة لإمارة السكر في إمارة دبي في المجتمع الإماراتي وكانت النتائج الحقيقة يعني بالنسبة للأعمار الأعمار الأقل على 35 سنة كان نسبة الإصابة بالسكر في مواطني الإمارات في دبي فاصلة 7% أقل من كم؟ 35 سنة وهذا معدل مرتفع بالنسبة للإحصائية العالمية يعتبر مرتفع نسبيا أما نسبة الإصابة في الأعمار فوق 35 كانت مرتفعة جدا 23% نسبة 1 لأربعة من كل أربعة أشخاص في شخص واحد أمره فوق 35 سنة في دبي يعاني من مرض السكر وذكر دكتور أنتو سويتوا الإحصائية سمونا دور تدور أو رحتوا بيت بيت زرتوهم فهي أدق طريقة للإحصائية لأن أنت ستسأل أهل البيت كلهم عن مشاكل لسبب مرض السكر هذه كانت مع دارة الإحصاء مع دارة الإحصاء أدق أكثر من الاستبيانات لأن الواحد يمليها يعني أونسبوت مثل ما نقول نحن نهز برأسك أنا ما أدري هو شاف رأسي ولا شاف رأسي الدكتورة بس عموما نحن نهز برأسنا تلقائيا الكلام لأننا عايبنا دكتور يتحدثون الله صبحكم بالخير وعافية تحياتي للدكاتر المحترمين دكتور في أي عيادة؟ أنا الحقيقة داوم في مستشفى دبي استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في مستشفى دبي ودكتورة ندا هي المدير الطبي في مركز البرشة صحيح طبيبة عائلة في مركز البرشة نرجع لموضوع الغدد الصماء دكتور وهذه من الأقسام الهامة في المستشفى خلنا نتعرف على الخدمات التي تقدمونها من خلال هذا القسم وعدد المرضى التي يرتادون عندكم دكتور شهريا إذا عندك هذه الأحصائيات نعم طبعا قسم الغدد الصماء والسكر من مستشفى دبي هو قسم كبير جدا في مجموعة من الأطباء خصائيين واستشاريين على مستوى عالم الكفاءة بالإضافة لعدد من المساعدين من خصائية تغذية ومستقفات السكر والقسم يحتوي على عيادات متخصصة يومية في عيادات متخصصة للسكر عيادات متخصصة لأمراض الغدد الصماء عيادات متخصصة لأمراض الغدد الدرقية عيادات متخصصة لمثقفات السكر والتغذية الإقليينيكية أو الطبية لمرضى السكر وكيف هي عيادات بالاشتراك مع تخصصات مختلفة مثلاً عيادات السكر مع أخصائي الكلة وعيادات السكر مع أخصائي العصاب في عيادات الغدد الدرقية مع أخصائي جراحة الغدد الدرقية وطبعاً نقدم خدمات لكل المقيمين في دبي المواطنين ومقيمين إضافة لأمارات الأخرى ووجود عندنا برضو قسم لعلاج أمراض الغدد الدرقية وهذا القسم طبعاً يشمل جراحين للغدد الدرقية وقسم الأمراض الطب النووي لعلاج أمراض السرطان للغدد الدرقية فيه يعني قسم متكامل صحيح ممتاز أبو فروة يسأل الدكتور فيه طرق وقاية لمرض السكري نعم طبعاً طرق الوقاية لمرض السكر هي طبعاً تعتمد على الشخص نفسه أول شيء زيادة النشاط البدني طبعاً ومحاولة علاج فرط الوزن الأكل الصحي البعد عن الأكلات السريعة والمشربات الغازية لاعتدال في الأكل نفسه بالإضافة طبعاً إلى أتباع نظام غذائي أو نمط حياة صحية بشكل عام ساعم في الحماية من السكري ولكن دكتور يعني أبرز الأسباب اللي كانت بالنسبة للإصابة مرض السكري هل هي وراثية تكون ولا هي نتيجة العادات السيئة والخاطئة في الأشريسة الأخيرة يعني هو العاملين موجودات العامل الوراثي موجود لكن الأشريسة الأخيرة كان للأسف العادات الصحية والاجتماعية الغير صحيحة كانت هي العامل الأكبر في نسبة الإصابة بالسكر في المجتمع الإمارات من ضمنها طبعاً قلة النشاط البدني الأكل السريع الأكل الغير صحيح غير متوازن هذه هي كانت من الأسباب بس ناطم ملاحظة محمود إحنا دائماً لما الناس قلنا شو أسباب المرض فهذه النقطة ترى إيجاربية أو تحصل بصالح المريض فقال الدكتور إن العامل الوراثي لا دور بسيط ولكن الأكبر لأسلوب حياتنا معناه الأشياء نحن نقدر نغيرها فما نلوم الجينات فقط جميل ممكن من فضلك دكتور تتكلم عن علاج الغدة العلاج الغدة الدرقية الغدة الدرقية طبعاً هي اللي هي موجودة في مقدمة الرقبة طبعاً فيه أمراض كثيرة فيها فيه أمراض حميدة وفيه أمراض خبيثة الأمراض الحميدة تشمل طبعاً خمون الغدة الدرقية ويحتاج علاج شكل حبوب يومية نشاط الغدة الدرقية نفس الشيء يحتاج علاج حبوب أو علاج نووي وفيه الأمراض الخبيثة طبعاً يحتاجوا عمليات وإلاج بالإشعاء وكل هذه الإلاجات وموجودة في مصرش الدولي وكفرة بعبد الله يقول زادت نسبة مرض السكري في الدولة والبركة في فقرة توعية التي تقوم بها وزارة الصحة والهيات الصحية في الإمارات نحن شو نسوي هنا دكتور في البرنامج هذا شو نسوي نحن نواعي عيادات الصحية تقوم بحملات مكثفة عشان مرض السكر وعندنا عيادات سكر في كل عيادة وتفقيف صحي وخبير تغذية نحن يوميا أصلا حتى على السوشال ميديا ما يطف علينا يوم اللي نتكلم عن مرض السكري وكذلك حتى مركز السكري صحيح عنده كثير من البرامج والأشياء مبادرة شهر بدون سكر بعد طيب ناخذه بعدها نطلع فاصل من معانا لو لو السلام عليكم عليكم السلام شايف الحال طيبين إن شاء الله نشكركم على جهودكم الطيبة هذه شكرا لك أخوة تفضل الله يسلمكم طولي بعمركم إحنا عدنا في جمعية الإمارات الطبية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتعرفوا إحنا في مبادرات عام الخير يعني بدأنا نشتغل عليها فعدنا حملة للتوعية عن مرض القلوكومة اللي هو للمشاهدين ارتفاع ضغط العين هذا بيتزامن إن شاء الله مع الأسبوع العالمي للتوعية من مرض القلوكومة اللي بيكون في الفترة من 12 إلى 18 مارس إن شاء الله للسبوع القاتل بإذن الله طبعا إحنا كجمعية الإمارات الطبية دكتور ما عرفت اسمك دكتور أنا معاك دكتور سيف درويش أخصائي طب المجتمع حياك الله يا دكتور حياك الله دكتور سيف الله يحييكم فضل دكتور سامحنا على المقابل فإحنا بيكون عندنا إن شاء الله ماراثون في حلبة ياس في تاريخ 12 مارس من الساعة 6 مساء حتى الساعة العاشرة مساء بإذن الله بيشاركوا في الحدث طلاب من جامعة خليفة ومن كلية فاطمة العلم الصحية ومجموعة أخرى من الجامعات بيكون تحت شعار الإمارات تركض لمكافحة القلوكومة وطبعا بيكون هو ركض حر لمسافة 2.5 كيلو وأيضا الحملة بتتواصل على مدار الأسبوع للتوعية في المدارس عن مرض القلوكومة وتعرف التوعية بتكون إن شاء الله في كل إمارات الدولة بإذن الله رب العالمين وفي أغلب المدارس بإذن الله رب العالمين ممتاز لنا لكم التوفيق دكتور الله يسلمكم وعافيكم وطبعا يعني مرض القلوكومة من الأمراض اللي نتمنى أن نزيد فيها الوعي لأنه هو المسبب الأول للمعرض القلوكومة أنا أعدك أن نخصص حلقة كاملة دكتور عن هذا المرض إن شاء الله بالتزاون مع هذا اليوم وكذلك نحاول نتواصل معك بعد دكتور أثناء الحلقة هذه شكري أتمنى ذلك شكرا لك يا دكتور شكرا لك يا دكتور هياك الله شكرا وإنا بعد بتتوجه بالشكر الجزيل للدكتور محمد عبداللطيف السيد استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في مستشفى لدينا مجموعة أسئلة كثيرة والله دكتور الناس كانوا يتكلمون لكن إن شاء الله بتكون لنا بعد ما نخصص حلقة ثانية نتكلم عن السكر يعني الخدمات التي تقدمها وعن التوعية في هذا المجأة فشكرا لك دكتور وكل التوفيق شكرا لك فاصل مستمعينا بعد الفاصلة نتواصل عندنا موضوع جدا جميل ومهم مع الدكتور أبو بكر المدني فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعي الكرام حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة متواصلي معاكم طبعا تحدثنا عن العديد من المواضيع أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على الرقم 4006 وأيضا اللي حاب يشوف كواريس البرنامج بعد كذلك معنا ممكن من خلال حساباتنا في إنستجرام شو هي الدكتور دي اتشي أندرسكور دبي وعلى كاونت نور دبي على إنستجرام وعندنا مداخلة يا محمود مداخلة من الحينة هي زي ما عرفنا بالدكتور أو شي تفضل معا سلام عليكم مرحبا هيا أخوة تفضل مرحبا تفضل كل حال غير الله يسلمك تفضل يا مرحبا بأنشارككم بموضوع العيال والطلاق موضوع شو العيال والطلاق ها هالا العيال الوحد يترك ولده والحرمة يترك نزي هاي هلا قل لها رحمة أول شي الإنسان اللي ما فيها رحمة هاي ها تقامت تشدد على زوجته لو طلقها أولا شي اللي ولاد الحق عن يكون عنده منون ريال أول خبرني أنا بس عشان ما ما ضيع وقتك ولا ضيع وقت البرنامج منون ريال خبرني العامري العامري خوي نحن برنامجنا الصحي أنا زين أنا بخلي عيسى يحول الموضوع مالك على البرنامج اللي بعد برنامجنا اللي هو عند مريهان شو رايك خليه يتصل بك عقب شذا نص ساعة زين بخلينا نحن نعطي كلمة طيبة للناس اللي العيال هما يبرقوا نزي نحوله على البرنامج اللي عقبنا شو رايك طول عمرك طول عمرك شكرا لك أخوي يومك سعيد عيسى في عنا مداخلة ثاني ألو مرحبا هلا أخوي تفضل السلام عليكم عليكم السلام تفضل أخوي سازة أنا عندي مشكلة مع شركة تأمين أحكي لك القصة باختصار وانتي غيين باختصار قبل عشر تيام عنده طفلة جاء التهاب رشحه وقحة أوكي وصلت على شركة تأمين أعطوني جدول جميل ممتاز أول شي رحت على عيادة البطاقة غير مفاعلة على بطاقة الهوية متى رحت بعد كم يوم بعد كم يوم من شو من بطاقة من عملت التأمين شهر 12 وصرت عقب ثلاثة شهور صرت هل حين عقب عشر قبل عشرة أيام قبل عشرة أيام يعني تقريبا شهرين هاي شهرين قلني ما نفعلها يعني خدت فلوسي وخدت فلوسي ليش ما فعلتها؟ طيب شو اسمك انت بالخير؟ شو اسمك بالخير؟ اسمي نزار نزار أنا رقمك موجود عندي وإذا أنا بقول لك شغلة لأنه عندي موضوع وايد مهم عندي دكتورة هنا موضوع التأمين نزار نزار خلني أشرح لك يا نزار بعد قلبي اسمعني اسمعني بس نزار اسمعني بخليك تتكلم يا نزار يا حبيبي بخليك تتكلم بس بقول لك شغلة إذا ما عجبتك بخليك تتكلم نزيل نزار من حقك تاخذ فلوس التأمين هذي من حقك تاخذها العلاج الفاتورة اللي دفعتها من حقك قانونا من حقك خلني أكمل نزيل أنا عارف الله عارف نعم نزيل باتصل فيك بعد البرنامج عشان أوفر الوقت هذا على المستمعين عندي وايد موضوع مهم باتصل فيك بعد البرنامج أو في حلقة خاصة بالدكتور حيدر أخلي يتكلم معاك عن التأمين الصحي لأن الموضوعنا اليوم مش التأمين الصحي لكن مع ذلك أنا بسمعك الحين نزيل لكن أنت من حقك تاخذ الفاتورة اللي دفعتها وبترجع لك إياها شركة التأمين في عندنا قنوات تواصل مع شركة التأمين تفضل نزيل هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر هذا أخطر من دقيقة بطاقة شركة التأمين مخصر دكتور واحد بس مو بشركة التأمين يا نزار يعني الناس العيانين بالتأمين يموتوا هذا الفهم طيب نزار صحيح ولا ما صحيح أنت حين أنا أقول لك أنا قاعد أكلمك في موضوع الحين هذين موضوعين مختلفين نزيل موضوع موضوع والله يخطر من الأول صحيح كلامك صحيح نزار أنا أخطر من الأول نزار يعني شنو دكتور في إجازة يعني يعني المرض يموت نزار أسبوع الجاي يعني المرض ما عنده غيمة بني هذا ما عنده غيمة يعني نزار بني هذا ما عنده غيمة يموت حبيبي نزار سمعني أسبوع الجاي أتصل فيك على الهواء الدكتور حيدر موجود نزيل وبتصل فيك رقمك بيكون موجود عندي الله يخليك رد علي واشرح لكل شي أعطيك الفرصة كاملة أن كنت تتكلم في هذه الحلقة هذه الحلقة تسمح لي شوية بس لأنه عندي موضوع وايد مهم مع الدكتور أبو بكر المدني شو رايك؟ راضي؟ أشي على عين وراض تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا لك شكرا عيسى بس أعطني رقم نزار لأنه وايد ضروري باتصل فيه في حلقة دكتور حيدر من الأقسام الهامة مستمعين من المستشفى راشد قسم العصاب هذا القسم اللي يعد أحد أهم الأقسام التخصصي اللي تقدم خدمات متميزة للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات والممارسات العلاجية العالمية في هذا المجال نحن نتحدث عن هذا القسم دكتورة سامحنا دكتور بطينا عليك مثلا خذونا مكالمتين شوي يضيعوا من وقتنا لكن يعني البرنامج أصلا موجود للمستمعين خلينا نسمعهم وكذا فنحاول قدر الإمكان أن نستوعبهم أكيد دكتور إبراهيم أبو بكر المدني استشاري ورئيس قسم من الأعصاب في مستشفى راشد نحن نريد أن نتعرف على هذا التخصص على تفاعلات على الأشياء التي يقدمها هذا التخصص وأهميته والإنجازات التي تحققت تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قسم العلوم العصابية وقسم العصاب موجود عندنا في مستشفى راشد أنشأ من سنين عدة طبعا نشكر الدكاتور السابقين بنوى القسم كالدكتور محمد سعادة دكتور جهان ودكتور الشريفة فما ننكر فضلهم لنا أكيد قسم العصاب يتكون من عدة أجزاء نعالج أهم الأمراض اللي نعالجها أمراض الجلطات أمراض الصرع تصلب العصاب اللويحي مرض الباركنسون مرض الرعاشد صحيح وفي أمراض عضلية وعصبية ثانية وأهم شيء أمراض الصباع كذلك نعالجها نحن عندنا علاقات وطيدة مع تخصصات ثانية مثل جراحة العصاب قسم الأمراض النفسية قسم التأهيل الطبي والأمراض الباطنية والنفسية ممتاز طيب دكتور أنا أندي بعد مداخل تفضل بس أعتقد على موضوع حلقاتنا اليوم تفضل من معايا بو سلطان تفضل السلام عليكم السلام هالي أخي بو سلطان تفضل أحيان شاء الله الدكتور أشعالك خير الله يسلمك يا مرحبا تحية طيب لك وتحية أنا مادري أستاذ محمود لدكتور محمود هو دكتور هو أستاذ بدرجة دكتور إذا أكل غير بسلطان أحيان شاء الله دكتور محمود حبيبي تفضل السؤال أحيان شاء الله أحيان شاء الله أحيان شاء الله أحيان أبو سالم والمستمعين أنا بالنسبة لسؤالي بالنسبة لأعصاب موضوع الصراع أعتقد موضوع دكتور الأعصاب أي دكتور أبو بكر موجود نعم تفضل عندي واحد من الجماعة عنده صراع من زمان يعني من فترة طويلة جدا أكثر من عشرين سنين فمؤخرا بكبولة جهاز تحت الجد فما عرف أنا كل ما أتردد عليه يقول الجهاز يبعد نوبات الصراع ومشاهد الجهاز موصل طبعا في مدى إمكانية مثل هذا الجهاز فيه نجاعة يعني هل يستطيع إيقاف نوبات الصراع سؤال الأول سؤال الثاني ما في ما وصل ما وصل العلم لحد الحين لموضوع الصراع يعني إنه إلغاء الصراع أو يعني 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 منه ينتهي موضوع الصراع هذا واضح السؤال دكتور نعم 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 زاك الله خير بالسلطان عندك شيء ثاني بعض ضيفة والله بالنسبة للموضوع الثاني فيه أيضا واحد من الجماعة عنده ولده تيه نوبات بس هو ما يعرف هل هو هذا لا يغبع عليك لكن أنا شخصت خيودي عندي الدكتور خيودي لا تشخص أنت خيودي عندي الدكتور لا لا هو وديه الدكتور للدكتور وبالفعل بس ما أكد لهم الموضوع زي ما قال لي مرمسش فراشل الدكتور أهلا وسهلا نحن عندنا طاقم كامل لأمراض الصراع وعندنا عيالي خاصة لأمراض الصراع طيب دكتور سؤال الأول سؤال بو السلطان المراض الصراع مرض مزمن يعني مثله مثل المراض السكري ومرض الصداع ومرض الضغط وأمراض الثانية مزمنة يعني أن نطلب نلغي المراض نهائيا أنا ما أكون بيكون ما أكون معجزة يعني أو أكون بقصة المريض صحيح علاج المرض يكون دوائي وأن أغلب الناس أغلبهم يتحسنون بالعلاج الدوائي إذا ما يتحسن علاجها في أدوية ثانية في فترة سنة أو سنتين إذا ما تحسن المريض يعني يتلل نوبات نتكررها هناك نحول للعلاج الجراحي العلاج الجراحي يتكون من إلغاء أو شل جزء معين من المكان في الدماغ اللي يسبب الصراع هذا واحد رقم اثنين ممكن نركب الجهاز اللي سواها ولد المريض هذا يعتمد على الجهاز الجهاز يعني أغلب الأجهزة يتوقف النوبات الصراع بنسبة 50% لأكثر من 50% من الناس يعني ممكن تخفف الأدوية صحيح وممكن إنسان يعيش بطريقة ملاءمة جميل دكتور ما شاء الله نحن عنا اليوم ويد مداخلات أنا ودي أسول في مقوياك على المحاور اللي حاطينها لكن بعد درجة أقول أن مداخلات الناس نحن دائما نسوين برنامج اللي هم هم طبعا نعم شي فنأخذ من عابد مداخلة وعابد اختصر لأن الوقت قاعد يركب والله إن شاء الله بإذن الله أنا عندي عملية قلب مفتوح فقال لولي عندك الغدة الدرقية فيها شوي نشاء مو نشاط قال تضخم شوي فسألت الشخص اللي سوالي قال لي قال لي هذا ما تأثر عن سوالي فاحصل شرائين مال للرقبة من شاء عملية المصدر المسلوح فقال لي هذا ما تأثر كثير الدكتور الجراح قال لي ما أقدر أسألك عملية لأنه عندك الغدة الدرقية فبس أسأل ما أفهم شنو الغدة الدرقية هذا المأخ ولا تأثر على عملية تفتح الصدر عن شو العلاقة فينا طيب تسمع الإجابة إن شاء الله ما دري إذا تقدرين توفينا للإجابة الدكتورة أخوي أنا بعطيك جواب مختص لأنه 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 عندك تخصصي نحن مشمولين القلب والغدة الدرقية ولكن فعلا إذا في مشكلة في الغدة الدرقية هرمونات تأثر في كامل جسم خصوصا في عمل القلب فاحتمال إن تجرح خايف إن خلال العملية يستوي نشاط مفرط في الغدة أو ينقص نشاط ويستوي مشاكل على الدورة الدموية أو ضغط الدم أو عمل القلب فالأفضل تقابل طبيب غدة صماء وتاخذ منها راية ويتفهم طبيب القلب إنه كيف ممكن تلقون حال هالمسألة جميل دكتور نعودي الحديث عن قسم العصاف بنستشفى راشد هذا القسم يقدم خدماته قلنا لفئات عمرية مختلفة وإيضا عندكم الصغير وعندكم الكبير ما شاء الله وعندكم إنجازات كثيرة تحققت في هذا القسم الحمد لله رب لأن أتذكر حتى في أكثر من حالة كانوا ما بقادرين يمشون وعندكم خلال يومين ثلاثة يوم ما شاء الله طلعوا على ريولهم الحمد لله رب نحن أبيين لك القسم نحن قسم باطني العصاب يعني مو في جراحي العصاب بس قسم جراحي العصاب اللهم يتكلمون عنها وعندها منجازات كبيرة طبعا بس عشان ألخص لك القسم عندنا جزئين كبير من القسم قسم العيادات الخارجية اللي هي جم أو أغلب الأمراض أو المرضى اللي عندنا يوم من العيادات الخارجية في قسم دخول المرضى فيها نحن ندخل ما يقارب خمس سمية لستمية حالة سنويا ونشوف ما يقارب 11 ألف مريض سنويا في قسم العصاب رقم كبير هذا يعتبر ثاني أكبر رقم بعد عيادة أمراض الكسور عندنا وحدة الجلطات الدماغية كذلك عندنا عيادات التخصصية عيادات أمراض الصرع عيادات أمراض الباركنسون عيادات الصداء وعندنا كذلك العيادة التلفونية في أغلب الناس يحتاجون بس أدوية معينة بدل ما نيبهم هنا العيادة ونضيع وقت المريض ووقت الطبيب كذلك نتصل فيهم ناخذ الأدوية اللي يحتاجون ونعطيهم إياها ويأخذون العيادة أو اللي ينبيتهم ممتاز في واحدة فسلجة العصاب يعني نشوف نسوي تخطيط العصاب تخطيط جسمها مرة ثانية الدكتور فسلجة العصاب نيروفيسياريجي أوكي فسلجة ترجمة حلو تعريب ترجمة بحثة هذه هذه نشوف فيها ما يقارب 3000 مريض أو 350 مريض وقدرنا ننجز إنه ما نخلي تقريبا يترى المريض أكثر من يوم واحد لما ننسوي التخطيط هذا ممتاز في فريق لخدمة المرضى كذلك المستشفيات الثانية المستشفيات لطيفة ودبي كذلك أن منسقة ومدربة للمرضى إذا في حالات مثلا ما يقدر الطريب يشوفها كفحوصات دم وهذا نخلي منسقة التعليمية تكلم المريض وتتصر فيه وتعطي المعلومات وإذا أحتاج تكلم المريض نحن أعطيه وقت معين يكلم أو يتكلم في المريض طيب أنا عندي سؤال الآن دائما نحن نتحدث عن أن في عندنا إمكانيات وفي عندنا تجهيزات كاملة متوفرة في مستشفياتنا وفي عياداتنا في مختلف التخصصات الآن بالنسبة لقسم الأعصاب إذا أنا بتكلم عن التجهيزات أنا أتكلم عن الأجهزة أتكلم عن التشخيص عن العلاج المتوفر وأيضا عن الأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال فبأمانة كيف تنظرون إلى قسم الأعصاب عندكم في مستشفى راشد الحمد لله وصلنا أنا أقدر أقول لك مع أن إمكانيات ليس كبيرة جدا أنا أعتبر أنا لا أتكلم عن نفسي أتكلم عن قسم نفسي نعتبر القسم هذا من أكبر الأقسام الموجودة في الدولة إذا موجودة في المنطقة الشرقية شرق الخليج أنا أعتبر شو يعني أكبر أفخم أفخم ككادر نحن موجود عندنا ما يقارب الـ 25 موظف ما شاء الله يموان تقني وفني وأطباء عندنا أمهر الأطباء في أمراض الجلطان أمراض الصراء أمراض العضلية والأمراض الأخرى أهم شيء بنا كدرنا نبني كادر طبي قوي متناسق لأن عشان أنا ما أنسب أي عمل لنفسي الأعمال نسويها ننسبها للفريق كامل وهذا الصح يعني هذه القيادة السليمة دائما وأهم شيء بناينا أنه بناينا جيل ثاني وثالث يعني نحن نشوف تمار اللي بناينا آخر السنين في طباء تخرجوا علينا ويقدر نعتمد عليهم في المستقبل ممتاز يعني شوف يعني الواحد المفروض ما يمدح الشخص في ويا لكن دكتور أبو بكر مدني يعني اسم معروف في هذا التخصص في هذا المجال ويشار له بالبنان وأيضا هناك مجوعة من الأطباء الموجودين في القسم دكتور عندك هما كذلك يعني براند نيم مثل ما يسمونهم يعني فنحن نتمنى لكم التوفيق دائما دكتور في كل اللي ترسوونه ما أدري كلمة أخيرة تبغي توجه يمكن أن نسيت محور من المحاور اللي أنا اتطرق لها فأترك لك المجال يعني إلى نهاية البرنامج فضل دكتور بس بقيت أحبكم أعطيكم نبدأ عن القسم العلماء صب شو الأمراض اللي تعالجونا مثلا الأمراض كلمتكم معنا بس المخططات أو الأهداف اللي نسويها نعم يعني نحن نبي نكمل ونمارس أو نكمل بناء القسم والعيالة الخصوصية الثانية تعاون مع الأقسام الثانية عساس نكون منظومة كاملة ومتناسقة مع بعض نبي نكونا نكون إن شاء الله المدل القريب وحدات أو عيادات تخصصية لأمراض الصرع والأمراض الصدع ونخليه بشكل كامل وكذلك أمراض ثانية مثل أمراض الباركنسون أو أمراض الجلطات ملتاز الخطة القريبة أن نكون هذه ونخصصها ونكون كادر اللازم عشان نسوي العيادات هذه الخطة بعيدة نكون نسوي مركز متكامل يعالج أمراض العصاب كامل بالتعاون مع متى ما تواقعين نسوينا يعني دكتور أي سنة محمود مستهيدة يقول للناس المدى القريب يعني الكادر موجود عندنا يعني ما سنحن نحتاج المكان نسويه يلا إن شاء الله نتعاون مع التخصصات الثانية يعني نحتاج نتعاون مع العيادات الخارجية نتعاون مع الجراحين نتعاون مع إدارة في المستشفى أساس التونون إن شاء الله يا رب والله يوفقكم صباح الورد أحبائي وتحية خاصة للدكتور الكبير المتواضع من دكتور أبو بكر مدني شكرا لك شكرا لك دكتور ومناثم التوفيق إن شاء الله زال الله خير مشكور أيضا في بعض عيسي بس سمح لي بس هاي الرسالتين زادت وين كان في واحد سلام عليكم سؤال إذا عائلة عمانية أو من دول الخليج مجاور مقيمة في دبي هل تحتاج هذه العائلة إلى تأمين صحي وشكرا باختصار يا جماعة أي إقامة صادرة من إمارة دبي في لها تأمين عمانيين أخواننا أهلنا ما ظن عندهم إقامات دول الخليج صح ولا صحيح ويتعالجون أعتقد عندنا بعد في مراكزنا الصحية يتعالجون من غير رسوم من غير رسوم هذا الرد بس بشكل مختصر عشان ما حد يقول عليها تأمين ما عليها تأمين أي إقامة صادرة من إمارة دبي عليها تأمين دكتور أعجبني كثير ما ذكرت عن مبادرة شهر بلا سكر و11 شهر شهر مع السكر نعم هيئة الصحة في دبي وفرت كل أنواع العلاج جزاكم الله خير لكني لازلت على رأيي وأن مبادراتكم التوعوية متواضعة جدا مقارنة بخطورة مرض السكري وأنت والدكتورة وأكثر مني علما في هذا المجال عشان نحن أكثر علما في هذا المجال نحن عارفين شو المبادرات والحملات اللي بس ما علي رسلونا اقتراحات شو كيف تبقوا انواعي أحيانا نحن نحس أن التبعين يسويها كافية بس أنتوا رسلوا اقتراحات وعوا بهذه الطريقة نباح مهات زيادة خلص 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 فرسلونا اقتراحاتكم نزين عموما وصلنا إلى ختم حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد قبل تحياتي محمود يوسف العلي وأيضا يوم الأحد نزين يوم الأحد خلاص يوم الأحد اللي شو اللي يحبك الأحد شكرا جدكتورة ندل ملة وهذه تحياتي محمود يوسف العلي وشكرا لك عيسى سبيل اليوم إن شاء الله سوبر عيسى وعيد شاحن سوا يزاك الله خير وحتى نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي